مرة جديدة بتعلن أمريكا قبول إسرائيل بصفقة بغزة وبيرجع نتانياهو بيقول لا مش أنا صدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكل بإعلانه من الدوحة أنه إسرائيل وفقت على مقترح لواقف إطلاق النار وأنه باقي بس مصر وقطر يقنعوا حماس التوافق ووقت كان بلينكين عم يترك الدوحة كان نتانياهو عم يعلن أنه مستحيل يوافق على أي مقترح بينهي الحرب وأنه الانسحاب من محور نتسارين بنص القطاع أو من محور فيلادلفيا بجنوب القطاع مش ويردين كمان مش بس حماس ما ممكن توافق على هيك مقترح مصر كمان ما بتوافق أنه تبقى القوات الإسرائيلية عحدودها بمحور فيلادلفيا عشان هيك بلش الحكي عن مقترح جديد ونلغي جولة المفاوضات اللي كانت مقررة اليوم أبرز اللي بيتضمنوا المقترح الجديد هو انسحاب إسرائيل من نتسارين وفيلادلفيا ووضع المحورين تحت سلطة قوات دولية وأنه يكون للإحتلال رقابة على عمل هيد القوات بس الأرجح مصر ترفض وجود أي قوة أجنبية أو دولية بغزة هيده مش أول مرة بتدعي فيها أمريكا أنه إسرائيل موافقة على صفقة لو وقف اطلق النار وبترجع إسرائيل بتنفي هالشي أول ما أعلن بايدن بآخر أيار وجود صفقة وصف الصفقة بأنه إسرائيلية أبل ما تجي أول الردود عليه من مكتب نتنياهو لأكد أن الحرب ما رح تخلص إلا بتحقيق كل أهدفة هشمدت هיכولات הצבאיות والشلطוניות של חמאס هشبهت كل خطופנו وידוע שאזה لا تהווה עוד איום على إسرائيل وهشبهت הושבנו ببتחה לבתיהם הן בצפון והן בדרום